ازاي ايكم عاملين ايه فيديو النهاردة ان شاء الله هقول لكم ريفيو عن برند مصري بيعملوا منتجات طبيعية 100% للبشرة وللشعر وللجسم هي منتجات هند ميت فلو عايزين تعرفوا ايه هي المنتجات و ايه هو البرند كملوا معايا الفيديو لحد الاخر ويلا بينا نبتدي البرند اللي هتكلم عنه النهاردة اه هو برند اسمه اه ميت ويز لاف تمام اه معرفش كله يعني اغلبكو سمع عنه ولا لأ بس هو اه برند طالع جديد وانتشر الفترة الاخيرة انا جربت منهم منتجات كتير قوي فخليني اقريكم المنتجات اللي انا جربتها وسواء حلوة ولا وحشة تمام انا جربت منهم اربع منتجات اول حاجة وهو اه السيرم ده تمام ده سيرم ليلي اه للوجه اه برضو نقدر ان احنا نستخدمه والصبح وبالليل نقدر ان احنا نستخدمه كبرايمر قبل الميكب اه مكوناته اه طبعا مكوناته كلها طبيعية اه بيتكون من زيت الارجان وزيت الججوبة وزيت جانين الامح وفيتامين اي وزيت السمسم وزيت الزيتون وعلى ما اعتقد يعني هما دول المكونات اللي هما كانت بينها بس انا عنا اعتقد انه فيه برضو حاجات زيادة هو برضو فيه كولاجين اه اه واكيد فيه زيت الورد لان هو ريحته اه ريح زيت الورد قوي وطبعا زيت الورد معروف اهميته عشان خاطر التفتيح طيب المفروض السيرم ده بيعمل ايه السيرم ده بيوعد انه هو بيرتب البشرة ترتيبه عميد جدا اه بيناعم البشرة جدا لما تستخدميه كبرايمر قبل الميكب اه بيفتح البشرة لو عندك تصبغات او عايزة توحدي لون البشرة اه بيخلي ملمس البشرة يكون ناعم جدا اه بيحافظ على بشرتك من زهور التجاعيت باتري ولو انت عند الخطوط اه اللي هي الخطوط التعبيرية بيحسن مين ما ظهرها تمام وبيدي نضارة وحيوية وبيخلي البشرة كده يبقى ان هي تبقى شباب يعني وبرده بيخلي البشرة ان هي تحسوها كده ان هي يعني بتنور كده لوحدها تمام دي المفروض الحاجات اللي هو بيعملها طب انا رأيي فيه ايه انا جربته بصراحة يعني يعتبر تقريبا خلصت نصه تمام وهو عندي بقاله فترة كبيرة بيقعد فترة طويلة فدي حاجة حلوة جدا تمام رأيي فيه بصراحة عجبني جدا 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 هو طبعا المفروض كمية الزيوت اللي فيه دي اه مع الناس اللي هما بشرتهم دهنية وبشرتهم مختلطة ان هو بقى يطلع لهم حبوب وكده لا هو ما طلعليش حبوب خالص لان هما طبعا اكيد هما ناس فاهمة طبعا في المجال وعارفين هما بيعملوا ايه فاكيد الزيوت الكتيرة قوي دي محطوطة بنسب معينة عشان مبقاش فيه زيت اكتر من زيت الا بقى لو طبعا لازم يكون في زيت ناكل اكتر من الزيوت العادية فبصراحة عجبني جدا ترتيبه فعلا حلوة قوي انا بصراحة باستخدمه بالليل بس مش باستخدمه الصبح الصبح باستخدم حاجات تانية لان هو تقيل على فكرة ومش خفيف فاشان كده ما بحبش استعمله الصبح ففعلا رطب لي بشرته حلوة قوي ومن الجرمى يطلع لي حبوب من الجرمى يعمل لي حساسية هو مناسب لجميع انواع البشرة فان كان نوع بشرتك وطبعا لو انت بشرتك جفة يعني يا بغتك يا هناكي يعني تمام؟ اه انما بالنسبة لصحاب البشرة الضهنية والبشرة المختلطة لو حد استعمله كبركوا مش اكتر من كده تمام لان هو تقيل ففعلا كان بيرطب لي بشرته وكان عندي اثار للحبوب فعلا فتحها وكان بيثلي بشرتك كده ناضرة وفيها ناضرة وحلوة جدا فبصراحة عجبني جدا 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 تمام؟ منتج معنا وهو الالوفيرا جيل تمام؟ ده شكله لازم لازم اي بيت او اي واحدة مننا تأكدي ايا كان نوع بشرتك ايا كان عندك مشاكل معندك مشاكل لازم جيل الصبار ده يكون عندنا في البيت بجد ده من الحاجات الضرورية جدا اللي لازم تكون عندنا بس طبعا لازم برضو هي تكون اصلي تمام؟ اه طبعا الجيل الصبار بتاع ميدويز لاف ده جيل صبار اصلي مية في المية اه حلو جدا الملمس بتاعه يعني كويس قوي البشرة فعلا بتمتصه بسرعة جدا ما بيسيبش اي ملمس ضغني خالص على البشرة وبردو طبعا تقدروا ان انتو تستخدموه في مسكات للشعر فبصراحة عجبني جدا 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 يعني من انواع الالوفيراجل اللي عجبتني تمام؟ ده كده تاني حاجة تالت حاجة بقى معينا وهما يعني اكتر حاجتين بجد يعني عجبوني اوي 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 هما اه نوعين مسك للوش تمام؟ اول نوع وهو بالبرتقان واللمون تمام؟ هو بيقبارة عن بودر بتاعدي معيار معلقة وتزودي عليها اه يا اما ميت ورد يا اما مثلا تحطي عليه زبادي اه شوف انت بقى والحاجة اللي انت حبيها انا باستخدمه بمية الورد المفروض اللي هو بالبرتقان وباللمون ده بيشتغل على تفتيح البشرة وان هو اه يدي اشراكة للبشرة ومع الاستخدام اه بيفتح البشرة من اي اه تصبغات موجودة اصال حبوب كده فبصراحة اه انا جربته طبعا كتير عجبني جدا 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 بجد المسك ده من احسن المسكات اللي انا استخدمتها في حياتي برغم ان انا عندي حساسية من اللمون ما بحبش اللمون في اي منتج استعمله بس بصراحة ما سبب ليش اي مشكلة ولا اي التهاب ولا اي حاجة فعجبني فعلا اه وفعلا لما بيجي استخدمه بحيث ان انا بشرت كده نورت اخر حاجة معانا وهو المسك ده ده بالنعناع وبالشاي الاخدر تمام برضو عبارة عن بودر ده عشان خاطر يعالج الحبوب لو انت بشرتك فيها حبوب فالماسك ده هيبقى حلو جدا طبعا انا وشي ما بينتهيش من الحبوب فبصراحة كان حلو قوي معي فعلا لما بيستخدمه بيبقى عندي حبوب بيهدي الحبوب بتاعتي جدا 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 وبيهدي افراز الدهون في منطقة التي زون عندي فعجبني قوي وبالزاد بقى بالزاد لما بستعمل المسكين دور وراء بعض يعني انتو جربوا كده هيبقوا المسكين دول واستخدموهم وراء بعض وتفرجوا على نتيجة اللي انتو حتشوفوها بجد نتيجة روعة جدا 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 برضو طريقة استخدامه نفس طريقة استخدام المسك التاني على وشك وبتسيبه مسلا ربع ساعة عايز اسيبه نص ساعة براحتك هو حاجة طبعية مية في المية فتأكدي ان هي لو ما فديتكيش مش هتأذيكي تمام؟ فدي كده المنتجات اللي انا جربتها من بصراحة البراند ده اه انا فعلا يعني مش مش لاي وصف اوصف به البراند ده فعلا طحفة جدا جدا منتجاتهم كلها روعة عندهم منتجات لكل حاجة عندهم منتجات للشعر عندهم منتجات للجسم عاملين صابون ومنزلينه جديد عندهم مسكرة بالتقل الرموش وبالحواجب يعني انا اكيد مش هستكفي بالمنتجات دي واكيد هجيب من عندهم حاجات تانية فبصراحة انا نصيحتي ليكم ان انتو تروحوا تتفرجوا على المنتجات بتاعتهم واجربوا وطلبوا منهم اي حاجة انتو محتاجينها بجده على ضمانتي اوعدكم ان انتو هتدمنوا فعلا المنتجات بتاعت البراند دي فانا هسيب لكم لينك البراند ده على الانستجرام بحيث ان انتو تروحوا وتتفرجوا تمام وبس كده الفيديو يكون خلص اتمنى تكون عجبكم واستنوني الفيديو جديد تاني باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة